جولة أولى انتهت وجولة الحسمة في القاهرة بسهل خير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة والنهاردة يعني الحقيقة الواحد محتارية يبتدي ازاي؟ احساسي ان في جوز كبير جدا من جماهير نادي الاهلي رغم النتيجة بالحسابات وبالارقام تعتبر مرضية انت بتلعب فينال افريقيا اكبر بطولة مع نادي كبير ترجي على ارضه وسط جمهوره دايما داخل في الحسابات اتحقل تعادل سلبي ويتأجل الحسم لمواجهة في مصر في السادسة القاهرة على عرض النادي الاهلي وسط جمهوره دي مواجهة صعبة جدا على اي فريق في القر لكن يبدو ان في احساس عام كده عند جزء من جماهير الاهلي وهو جزء مش قليل ان هم مش مبسوطين بالنتيجة وده ممكن يبقى بسببين او ليه سببين سبب الاول هو احساسك وقناعتك انه الاهلي كان يقدر يعمل احسن من كده فرادس نمرة اتنين ان سيناريو المباراة بيقول انه الاهلي كان برضو ممكن يعمل كده نتيجة احسن من كده في رادس ونمرة اضيف من عندي كمان هو حسابات المباراة اللي جاية شوية اللي اتعقدت مش عايز اقول اتعقدت لكن حساباتها على اقل ما بقتش مريحة بالنسبة لنا تقدر تقول انها نسخة مكررة من مواجهة مازينبي في الدورها بالنهاية على الرغم انه بالنسبة لي مازينبي كرة اللي لعبها في ملعبه بتقول انه وكرة اللي لعبها معنا في مصر هنا كمان في القاهرة بتقول انه افضل بتقول انه اخطر من فريق الترجي اللي تقريبا مجاش مبارح وتحس كده انه فيه اتفاق شافهي مش مكتوب بين مارسل كولر وبين ميجيل كاردوزو بانه احنا عايزين المباراة دي تطلع صفر صفر هدفك ايه كولر من المباراة انا مش عايزة استقبل اهداف هدفك ايه كاردوزو من المباراة انا كمان مش عايزة استقبل اهداف طيب يا جماعة فيش حد عايزة يسجل لا انا مش عايزين نسجل احنا عايزين بس نطلع بشباك نظيفة وكأنه اتفاق شافهي حصل في بداية المباراة هي في كرة القدم يعني او بلغة كرة القدم مباراة دون المستوى يعني لو بتكلم على اسمين من عمالقة الكرة الافريقية كبطولات وكتتويجات وكاسم وكعناصر وكتاريخ وكارقام قول زي ما انت عايز تقول وتتكلم على اهم مباراة في الموسم بالنسبة لقارة افريقيا مباراة اولى يعني او جولة اولى بين الاهل والتراجي فالكرة اللي احنا شفناها فيها قليلة جدا او تقريبا ما كانتش حضر التكتك يمكن فرض نفسه اكتر بكتير جدا من الكرة اللي تليه باسمه امكانيات الفرقتين لكن في النهاية انا مش حابب السيناريو لناس كتيرة جدا بيطرعنا عليه وتقولك انه وكأن نهائي افريقيا من جولة واحدة في القاهرة انا مش حابب ده مش حابب النغمة دي وهقول لكم ليه انا حابب جدا وانا اعتقد انه تفكير ميجيل كاردوزو في فكرة انه يطلع من المباراة بنتيجة صفر صفر هو بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه وبينه وبين لعبته بيعتبر انه كسبان واحد صفر يعني لو انا عندي الخضرة انه اعمل برين واش لعبت النادي الاهلي هقول لهم نتيجة مباراة الزياب واحد صفر الصراحة التراجي دي وجهة نظر الشخصية على فكرة يعني انا بتكلم كواحد من الجمهور ليه؟ لانه لما تيجي تحسب او تفكر في المباراة او في النهائي هتلعب من مباراة واحدة في القاهرة افهمها لو كان اي نتيجة تعادل تصبه في مصلحة الفرقتين لكن التراجي جاي القاهرة عنده سيناريوهين عنده احتماليتين بيصبوا في مصلحته في حين انه الاهلي ما عنده زر احتمالية واحدة وهي المكسب باقي نتيجة اما التراجي فهو بيلعب على حجم الاثنين او سيناريو من اتنين سيناريو الاول هو التعادل الايجابي سيناريو التالي طبعا هو تحقيق الفوز لكن ده بالنسبة لكاردوزو هيبقى صعب اللي مقدرش يعمله على ارضه في ملعبه وسط جمهوره صعب جدا يقدر يعمله على الاهلي تحديدا وفي ملعبه وسط جمهوره فرهانه عاي يكون على انه يسجل وانه يحافظ على الهدف اللي بيسجله اي ان كانت بقى النتيجة كانت المبادرة معي او كانت المبادرة مع نادي الاهلي لكن هدف واحد يكفي كاردوزو هو رهانه كله على انه يسجل حتى هدف وحيد في القاهرة هنا وبعد كده يحلها الحلال زي ما بيقولوا نرس الأوتوبيس يلا يا رجالة حط الحداشر جوه السندوق وإحنا عارفين إن شمال أفريقيا بيجيد